بسهل الخير على كل عشاق ومشاهدي شاشة قناة النادي الاهلي اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي المجر النهاردة عندنا حلقة مع نجم اهلاوي نجم ساب بصمة في مكانه واحد من المدافعين اللي هم اصحاب الشخصية القوية في الملعب عارفين عن شخصية قوية؟ يعني ليه كلمة في الملعب وحنا عارفين الفترة دي في الحتة دي بالذات كان فيه نقص كبير اول ولي بيجي يلعب فيها بيلعب بالصدفة بصريح العبارة هو لاعب كانت ليه بصمة كبيرة في الخط الخلفي للنادي الاهلي وحقق انجازاته بطولات كبيرة وقوي قوي قوي ضيفنا هو من موليد 15 فبراير 76 البداية كانت في مركز شباب مغاغاء محافظة المينيا خلي بالكم انا بقول لكم فيه لعبة كتير جدا طلعت من السعيد وبتطلع من بحري ومن قبلي ومن كل حاجة وده بقول لسادة المسؤولين من فضلكم انزلوا دوروا هتلاقوا احنا بنستنى بقى حسب الصدفة فلان طلع جي مشي مش لا احنا اللي نروح للناس دي ويمكن المشروع اللي معمول دلوقتي ده اللي هو الدولة عملها نقدر نقول الى حد ما انما المسؤولين عن الكورة اللي هم عنيهم بتختار فلازم تنزلوا تروحوا للناس دي هو كان في محافظة المينيا ومنها اتنقل لنادي اسوان سنة 96 كان عمره ساعتها 21 سنة صور بقى 21 سنة طب العين اللي شافته قبل كده ديت ما قالوش ان ده ممكن يلعب من بدري قبل كده بعدها اختبر واختاره كابتن محمد عمر نجم النادي الاهلي لان هو سب مغاغة وراح اسوان محمد عمر كان مدير الفني في نفس الوقت ده اللي هو ماسك متولي فريق اسوان تولاهم تقريبا سنتين سب اسوان بعد كده واتنقل ليلة الاسماعيلي سنة 98 قعد خمس سنين او خمس مواسم معنا صح ونص مع الاسماعيلي بعد ما ساب الاسماعيلي كان العقد بتاعه انتهى انتقل الى نادي النصر السعودي سنة 2004 على سبيل الاعارة لمتد ست شهور وكان عقده مع الاسماعيلي بينتهي وكان بينتهى بصفة 2004 وانا ليه هتوقف هنا في الحتة دي شوية وهقول لي ان بعض الناس بتقولك اي لاعب بيمشي من الزمالك او الاسماعيلي او اي نادي تاني بياخدها كمحطة يطلع بيها بعد يرجع النادي الاهلي لا ده نجمينا النهاردة وهتسمع منه الكلام ده كله وكتير جدا لما العقد بتاعه بيمشي خلاص عاوز يجد يجد مجددش هو حر انما يقولك اصبي اخدوا النادي الاعلي بيعملهم حطة بره عشان يجيبوا عليه لكن الكلام ده مش مصدد احنا في احتراف لعيب اللي عاوز يلعب هنا اهلاохنان بش عاوز يلعب هنا اهلا انا باقولي الكلام ده لان احنا في عهد الاحتراف عبدالله سعيد ده ما هيجي النادي الاهل وراح نادي الزمالك بعد كده خلاص هل كان فيه كرامة وفيه احترام ما كانش بيه كلام ده خالص والنادي الأهلي سابه وراحه لعب واختار هو ما اختارش حتى نادي الزمالك اللي هو كان أصلا متعاقد معاه وكان ماضي للناديين ماضي الأهلي وكان لسه العهد بتاعه وساري وماضي للزمالك وكان لسه ما راحش بعد كده ساب الاتنين وراح بيرامد هو لعب يدور على حاله هو حر في يوليا سنة 2004 كان لاعب حر ده نجمنا اللي أنا بقول عليه ده وقتها أعلن النادي الأهلي يضموا لمدة ثلاث سنين أو ثلاث مواسم مقابل ربعمائة ألف جنيه ربعمائة ألف جنيه كان مبلغ دلوقتي ربعمائة ألف جنيه ما شاء الله يعني ده كان في عهد اللي اختاره المانويل جوزيه اللي هو كان مدير فن في نفس الوقت بالرغم انه كان بيلعب مدافع لانه سجل هو بيلعب مدافع سجل ثمان أهداف للنادي الأهلي في موسم 2005 و2006 منهم ثلاث أهداف مع نادي الاتحاقة ضد اتحاد سكندرية اللي المباراة انتهت 6-0 لمصلحة النادي الأهلي وسجل هدف مهاري جدا في مرمى باطل غينيا في دور أبطال إفريقيا سنة 2006 وانتهت المباراة دي في فوز النادي الأهلي 4-0 وسجل مرة أخرى في كاس مصر هدف ضد الزمالك في المباراة اللي انتهت 3-0 لصالح النادي الأهلي وسجل أيضا الهدف الحاسم في ضربات الجزاء الترجحية اللي قدت النادي الأهلي منحت النادي الأهلي كاس السوبر الإفريقي ضد النجمة ساحلي التونسي لما لكم ضيفنا النهاردة هو مشهور بأخلاقه العالية جدا وروحه الطيبة وهدوءه في الملعب واحترامه للحواليه وللي برة كمان بعد ما اعتزل اتجه للعمل الإداري تولى منصب مساعد مدير كورة بالنادي الأهلي موسم 2009-2010 وبعدها كان نائب للرئيس خطاع الناشئين بالنادي الأهلي وبعد كده قدم استقالته ساب قالك لا الإدارة باش تنفعني أنا هبدأ بعد كده أخش في التدريب من سنة 2014 اتجه بعدها للتدريب فتولى منصب المدير الفني لأول مرة في طريقه في يوليا 2014 في نادي أسوان اللي هو كان بدأ فيه واللي كان بينافس فيه دور الدورة واخد أسوان هو في الدورة الدرجة التانية وبدأ ينافس فيه في موسم اللي هو تولى الأولاني معهم مع أسوان 2014-2015 وعرف يرجع فريق أسوان تاني للدورة الممتاز ده بعد غياب كام؟ بعد غياب 11 سنة ونجح في البقاء مع أسوان في الممتاز واحتل في السنة اللي هو كان فيها دي المركز الخامس عشر في نهاية موسم 2015-2016 وبعد كده هو كان وبقى عشر نقاط عن الفرق اللي هبطة يعني كان عامل حاجة كويسة مع بداية الموسم التالي عانى فريق أسوان وزي ما قلنا الكرة بقت إمكانيات وبقت احتراف من نتائج سلبية خلت رصيده حوالي خمس نقاط بعد مرور تسع مباريات وده طبعا نقاط قليلة جدا وكان محتل المركز السادس عشر وهو ما دفعه اللي خليه بقى يفكر ان يقدم استقالته في نوبمبر 2016 تولى فريق الرجاء واستقال بعد ثلاث شهور وليه تجارب مع الشرقية وتنطع وتولى تدريب نادي المأولين العرب وحقق مع نتائج طيبة جدا وحصل على رابع الدوري وتولى بعد كده طلاق الجيش وكل تجربة ليه كانت لها حكايات الحكايات دي بشأننا اللي هحكيها هو اللي هحكي لكم بنفسه إن شاء الله لو تكلمنا على بطولات حققها في الدور العام وكاس مصر مع الإسماعيلي والنادي الأهلي فحقق كل شيء دوري أبطال إفريقيا ثلاث مرات مع النادي الأهلي 2005-2006-2008 كاس السوبر الإفريقي ثلاث مرات 2006-2007-2009 الدوري لمصر الممتاز خمس مرات خمس مرات من 2005-2009 كاس مصر مرتين 2005-2006-2007 كاس السوبر المصري أربع مرات ده كان سنة 2005-2006-2007-2008 برنزية كاس العالم لخورة القدم الأندية 2006 أظن أنتوا يعني عرفتوا أو شميتوا مين هو وهو في الحتة دي ليه أنا بقول لكم لما اتكلمت في الأول المكان اللي بيلعب فيه ده نادر أول نتلاقي لعيب وده هنا برضو بقول المسؤولين عن الكرة في مصر المركزين دول بالذات يمكن المركز ذو كان بيلعب فيه اكتشفنا نجم بالصدفة وكمل للسنة دي إنما قبل كده عندك الرأس حربة مش موجود عندك باكرايد مش موجود عندك في منطقة لما كانت عن منطقة مصر مراكز كتيرة جدا مش موجودين طيب إحنا عملين دور العام ليه؟ إن مفروض اتحاد الكورة يطلع كده قرار ليه الأندية وبالإجبار ممنوع التعاقد مع حارس مرمى ممنوع التعاقد من الأماكن بقى رأس حربة دي دي أساسي رأس حربة وحارس مرمى دول أساسي إنما فيه حاجات تانية منحس إننا نقصين فيها مراكز وبشلقين فيها وبنخسر معظم مبارياتنا من هذا المكان ده اللي إحنا نتحاد الكورة لازم يطلع قرار للأندية ممنوع الموسم القادم إن حد اتعاقد مع مثلا باكليفت أو باكرايد أو ديفندر في النص الملعب ليه؟ لازم إحنا اللي نطلع لأن معظم اللعب الأجاني الموجودين في مصر كلهم بيلعبوا بسم الله ما شاء الله وأنا شاف الدوري السنة دي آه الناس بتلعب فيه وجابين فيه صبخات كترة جدة في فرمغان 14 لعب فأنا بقول إنها فرصة إن إحنا نزبط منتخبنا القومي الفترات اللي جاية دي فبقول لحضراتكم إن هو كان مكانه في الحتة دي كان نادر جدا لولي لعب فيه مكان ده كان عظماء في كرة القادم المصرية سواء على المستوى المحلي أو مستوى الدولي في النادي الأهلي أو في النادي الزمالك أو في الإسماعيلي أو في أندية كتيرة جدا في مصر ضيفنا وضيفكم النهاردة هو الكابتن عماد النحاس لاعب الأهل السابق والمدرب المتميد صاحب التجربة التدريبية القوية في الأندية المصرية تعالوا نستقبل نجمنا وهيقول لكم على حاجات أنا ممكن لأوي مرة أسمحها وهو أول مرة هيقولها تعالوا نستقبل الكابتن عماد النحاس ونشوف مشواره مع كرة القدم اللي بدأ من مغاغة إلى النادي الأهلي تعالوا نستقبلهم